السلام عليكم. اهلا وسهلا معكم دكتور سو. اليوم هنعطيكم الاجابات بخصوص البوست الاخير. زي ما عارفين كان ليه ابطال الجرامر اللي هو سبب طبعا ضجة وسبب تعليقات طويلة عريضة. لكن كويس طبعا هذا الموضوع لانه فيه معناها مجهود كبير من طرفكم. واكيد كان فيه اجابات ممتازة واجابات مشرفة كالعادة. وحتى الاجابات اللي ما كانتش صح فكانت تدوي على الموضوع اللي هو ني سألت عليه. طبعا الموضوع اللي جاي في السؤال اللي هو عبارة عن defining and non-defining relative clauses. تمام. فنبتوا نفهم وشن الفرق بين defining relative clause والnon-defining relative clause. خلنبدأ اول حاجة اللي هو بالnon-defining relative clause. فزي ما عدد كبير منكم قال في الاجابات. non-defining relative clause اللي هما في تلقى فيهم الكامس. تلقى فيهم الفاصلة. هذي non-defining relative clause. والnon-defining relative clause في العادة تتكلم لك على معلومات يعني non-essential. يعني مش أساسية في معنى الجملة. على سبيل المثال لو أنا من استعمال المثال نقدر نقول أنس who works with me loves to teach children. فمثلا خنعودها لكم. أنس كاما who works with me كاما loves to teach children. على سبيل المثال. أوكي. فهنا المقطع اللي جاي بين الفاصلتين هذا اللي هو who works with me. هذه non-essential معلومات يعني غير أساسية. أوكي. فهذا مثال على non-defining relative clause. أوكي. هكي تمام. نجو نتكلم عن defining relative clause. defining relative clause ما في شيء كاماز ما في شيء فاصلة. فمثلا نقدر نقول. He's the teacher who taught grade 2. He's the teacher who taught grade 2. هنا ما فيش كاماز. والجزئية اللي بعد relative pronoun اللي هو who. اللي يجري بعدها. هذا جزء أساسي في معنى الجملة. ما نقدرش نحي يعني. تمام. فهنا طبعا relative clauses علي بعضهم. سواء defining non-defining. المشترك فيهم اللي هو استعمالهم لل relative pronouns. اللي هما زي who, which, where, when. فنستعملوا فيهم. باش نربطوا بيهم الجزئيتين متاع ال relative clauses. أوكي. الحاجة وحيدة تخلوها في بالكم ان that. ما نستعملوش فاها في ال relative clauses. ممكن هي الاستثناء الوحيدة. ما نقدرش نستعملوا that. نستعمل عادة في who, when, where, which. أوكي. نجو لي سؤالنا احنا. السؤال كان. Her sister, who works at the bank, is a friend of mine. هذا الاول. هذا ال non-defining اللي فيه الكاماز. تمام. نجو لي تحتها. تحتها زي بالظبط. Her sister, who works at the bank, is a friend of mine. فمعناها هكيتو عنا المثالين. نبقوا نعرفوا شن الفرق بيناتهم. الاول المثال الفوقي اللي هو اللي فيه الفاصل. فيه الفاصلة اللي فيه الكاماز. المثال هذا الاول. الفرق طبعا في المثال الاول انه هي في اخت واحدة بس. المثال اللي تحتها من غير الفاصل اللي هو. her sister, who works at the bank, is a friend of mine. في المثال الاول يعني هي اخت واحدة. والاخت الوحدة الوحيدة هذي تختم هي في المصرف. تمام. هذا البنساء اللي فيها الفاصلتين. اخت واحدة والاختة هي هي اللي تختم في المصرف. وطبعا الاخت هذه اللي هي a friend of mine صاحبتي. تمام. المثال اللي تحتها من غير الفاصل اللي هو. her sister, who works at the bank, is a friend of mine. المثال هذا عندها اكتر من اخت. اكتر من اخت. لكن الاختانين اللي نتكلم عليها اللي هي الاخت اللي تشتغل في المصرف. هذه صاحبتي. التانيات بشو ما اللي نتكلم عليهم. تمام. ان شاء الله وصلت الفكرة. فالموضوع كله والغاية من البوست اللي هو قصة الفاصلة هذه صغيرة. فلاها تأثير كبير احيانا في اللغة الانجليزية. فمش مجرد علامة ترقيم. ففي الحالة هذه غيرتنا المعنى. طبعا مش ديما تصير هذه. لكن في احيان معينة تصير معنا يعني مجرد كومة. هتغير لك المعنى. تمام. ان شاء الله استفدنا كلنا من البوست الاخير. واكيد شكرا لمشاركتكم. وشكرا لكم. ابطال الجرامر كالعادة ما قصرتوش. وإلى لقاعنا الثاني وبوستنا جديد ان شاء الله.